بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بنا نحكي عن AutoFill والAutoFill موضوع جدا بسيط وسهل في بداية تعني تعرف على AutoFill بإيش فكرة عملها اقرأت تيبلت كولوم وبحكي له هنا ريبيت AutoFill 150 بيكسل هسا تيبلت كولوم احنا عارفينها تكتبني انت أكثر من كولوم ممتاز الريبيت عشان التكرار بحكي لك انت في عندك خمس أطفال فقط حكيت لهم يكون الطول لهم كل واحد فيهم 150 بيكسل بطلق 150 بيكسل 150 150 150 150 54 نفس الاشي طب شوف فكرة AutoFill يعني شو استفدنا من فكرة AutoFill هنا بحكي لك شايف 6 و 7 و 8 يعني انت عندك هون مربع رقم 6 مربع رقم 7 مربع رقم 8 انت مش راح تشوفهم 150 بيكسل 150 150 150 150 يعني هو بحجز مساحة yes AutoFill هو بحجز مساحة فاضية لكن انت ما بتشوفها تعالي تطبقه عشان تفهمه 100% اشترك لك فولدر جديد 73 fill و كمان في عندك fit الاقزامي جدا بسيط في عندك الكنتينر هي الاب في عندك هون الاطفال خمس اطفال و ما اعطي هون المارجين discipline grade gap 10 ما شاء يكون في عندك هون مساحة 10 pixel في عندك البردر الابيض والبادنج وهي grade tablet كله repeat 5 1 fraction طبعا النقطة مهمة المثال هو نفسه نفسه من اول درس فالموضوع جدا بسيط ما راح اغير المثال الهدف من كل محاضرة هي التركيز على الفكرة ومش على المثال راح يكون في عندنا مشروع ختامي نطبق فيه الافكار كلها مع بعض خليني هسا اجي هون اسكر هاي اول اشيه وحكيله بدل 1 fraction بده احكيله 150 وبدل 5 بده احكيله auto fill save خليني اكبرلك هسا البروزر حتنتبه انه حجز 1 2 3 4 5 وهو 150 لكن فيه مساحة فارغة كل ما صغرت بتقل وكل ما كبرت تكبر مساحة هاي لو عملت right click وعملت inspect وشغلت فاكيد انت هسا انتبهت على الصناديق الفاضية اللي تم انشاءها بملئ المساحة المتبقية يعني من اسمها fill يعني التعبئة بيعبيلك المساحة المتبقية بصناديق وهمية انا هسا فهمت فكرة auto fill شو راح استفيد منها نذكي في المحاضرة السابقة لما كنا نحكي على لبليسنج كنت لك فيه فرق لما تحكي ستة وسالب واحد انا نطبقها مع بعض طيب كيف الصندوق القام واحد بالدخل ياخذ العرض كامل هتقولي بسيطة اخذناها في المحاضرة السابقة بس تعالي كتب هنا item واحد ماشي هاي item double dash واحد وبتحكي له هنا grade color خليه يبلش من واحد وينتهي لعند ستة ليه حكيت لعند ستة هتقولي انتبه 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 اه دي انت ساكين مش شايف النقطة خليني اول اشي اوقف لك اللي هي grade column احب اوريكي الفكرة كيف كانت خليني اسغر لك ال auto fill لو شغلت هسا ال inspect مش رح يباين معك خليني نحسبها مع بعض واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة فالمفروض انه انا عشان اخذني grade column يكون ما اخذ طول ال row كامل يعني ادمج الكولوم كاملة ودقوله بلش من واحد وانتهى عند ستة صح فشغل grade column يعني السلام هاي من واحد لستة طب هستنتبه لي شو بيسير لما اكبر انا البراوزر بيطلع الاطفال لفوق مش هي كان قصدي انا انا كان قصدي لا ياخذ الطول كامل ال row كامل بدي اعمل right click و inspect وهون هس رح تفهم مشكلة اللي صارت شغل regret الاوتو فيلمش قلنا لك هو بنشأ صندوق وهمية اذا ما اضل عندك اطفال لكن هسا انت خليت اول طفل يأخذ من واحد لستة صح طب الطفل الثاني ايجا جنوب بط في صندوق وهمي انه في اطفال لسا ما تعبت كل ما تكبر ما رح ينشألك صندوق وهمية رح يعبي لك فيهم الاطفال لكن انتبه لي على الصف الثاني خمسة هون انشألك ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احدى عشر تطعش هاي صندوق كلها وهمية طب انا ما بدي زي هيك تصميم انه اول طفل يأخذ الطول كامل من الرو يعني يدمج الكلام كاملة بغض النظر اذا صغر التصميم او كبر التصميم يعني هاي الروسبونسيف شو كيف المواضيع مترابطة الديزاين الروسبونسيف يكبر و يصغر و يظل نفس الشكل ما بيخرب التصميم عندي الحل بس احكيله سالب واحد من واحد لسالب واحد هون ساعتها شو ما كبر التصميم او صغر رح يظل الطفل الاول ما اخذ الرو كامل طلع هسا كيف سالب واحد خلينا نكبر مستحيل حد يطلع لفوق ليه انه قلت له الطفل الاول هياخذ دائما من واحد الى سالب واحد شو ما كبر عدد الكلام رح تظلك ماخذهم لانه يتحكينه من واحد لسالب واحد وهي هاي الفكرة شفت كيف لما انت تكون فاهم من مبدأ تقدر تحل اي مشكلة رح يتواجهك لو انت مش عارفش يعني اوتوفيل ساعتها مش رح تقدر تحل المشكلة هاي لك تخليها من واحد لسالب واحد مرخص الفكرة اوتوفيل هي بتنشالك سناديق فارغة بعد انتهاء الاطفال انت بنيته يعني انت بيه هنا في عندك طفل طفلين ثلاث اربع هم عبارة عن سناديق وهمية والفكرة منها انها تكمل لك الرو او خليك بشكل اصح تكمل لك كل الكولوم اللي انت بنيتها زياد فكرة الاوتوفيت جدا جدا سهلا تعالي تعرف عليها تقريت تيبلت كولوم ريبيت اوتوفيت مية وخمسين بيكسل عندك خمس اطفال ما في مساحات او مربعات وهمية اوتوفيت عقد الموجود عندك هاي مية وخمسة وهي الاوتوفيت ما في عندك ولا مساحة وهمية طب تعال نطبقها عشان نفهمها مية في مية هي كمان مبدئيا هسا رح اوقف هسا الاوتوفيل وخليني اشغل الاوتوفيت نفس المثال ليش اي فرق بدي احاول بس اوقف اللي هي الكلوب فرح تنتبه واحد نية تلات اربع خمسة خليني هسا اكبر واعمل ريت كليك انسبكت هتنتبه اشغلت القريت ما فيش ولا اي مساحة ما تمش انشاء اي مساحة مربعات وهمية او اطفال وهمية وكيد انتبهت انه سالب واحد هي النهاية انه قال له خمسة ستة سالب واحد هي الصندوق النهائي ما فيش اشي كمان وهي هاي فكرة الاوتوفيت يعني الاوتوفيل اللي خدناها قبل شوي لا هي بتبني لك سرديق وهمية لتغطية المساحة المتبقية الاوتوفيت لا بتقولك عقد ما عندك انا ببني لك كم طفل عندك ما بلينك على قد عندك هسا ابدو اقول له واحد نفسي الفكرة خليها تاخذ المساحة كاملة هقول له من واحد لا ستة واحد لا ستة اكيد رح تحس انه فيش اي فرق صح؟ هاي من واحد لا ستة انتقاب تنتبه انه اثنين وثلاث واربع وخمسة طرعوا لفوق طب ليش طرعوا لفوق؟ مع انه خلط لازم من واحد لا ستة تاخذ المساحة كاملة خليني اوقف لك الاوتوفيت شغل الاوتوفيل شغل الاوتوفيل شغل الاوتوفيل انتبهت سبعة ثمانية تسع شو اللي صار؟ هتنتبه هنا انه هاي ستة وهي التسعة متأكد هسا كأنك استنتجدش كان يكتب هنا تسعة تسعة اللي كان يكتب لك اياها هنا في الفيت هي باقي ركز معا هي باقي المساحة الفاضية ركز دي معي لو سمحت ستة سبعة ثمانية تسعة شايف التسعة هاي؟ اذكرها بده ارجعها اوتو فت شوف شو رح يصير مشغل الاوتوفيل قال لك تسعة ليه حكالك تسعة ما حكالك ستة؟ لانه لحد هون شايفها يا شايفها؟ مربع يقول لك هو باوخذ لك باقي المساحة ورح يعطيك عدد الكولوم اللي بيكون في النهاية فتسعة هي اللي كانت هون معناته لو حكيت له من واحد لتسعة فالمفروض انها تزبط يا سلا طب هسا لو كبرت خليها صغير الامسبيكتر طلعوا لفوق طب تقيقة هاي نفس الاوتوفيل لا هنا عشان نفهم الفرق بين الاوتوفيت والاوتوفيل انا لازم افهمك شغلة مهمة هتقولي ما بدأيه خليها ساري بواحد ازاي ما عملنا في الاوتوفيل سير وتعال نشوف هتحكيلي يس ازاي ما سوينا في الاوتوفيل اكيد هسا بتحكي طب شوفها بين الاوتوفيل والاوتوفيل خلينا نشوف ما بعض عشان نفهمها مية في المية فحنا محتاجين نتعلم شغلة ثانية اسمها مين ماكس عشان تقدر يتميز بين الاوتوفيل والاوتوفيل تعال نتعرف عليها المين ماكس هي عبارة عن ميثود بكل بساطة شو بتحكي غريت تيبلت كولوم ربيت اوتوفيل مين ماكس اقل قيمة واكبر قيمة اقل قيمة تكون مية وخمسين بيكسل اكبر قيمة واحد فراكشن باستخدام الفيت شو رح يصير كل الاطفال رح يتوزعوا بالتساوي على طول البراوزر عشان حكيت لو واحد فراكشن طب لما اسغرها كل الان سهلا تأخذ اقل الاشي هو مية وخمسين بيكسل تظهروا ما تصبح كل واحد يعني صف مية وخمسين وخمسين حي لمساقرض الصفحة بشكل كبير يعني ان التفهمتوا ان الاوتوفيل استخدام المين ماكس اقل قيمة مية وخمسين واكبر قيمة واحد فراكشن وزيغ لي إياهم على طول كامل ممتاز سأقل قيمة 150 على هات وهات واخد فراكشن واحد فراكشن واحد فراكشن واحد فراكشن الأوتوفيل نفس المثال قلت له أوتوفيل مين ماكسمم مئة وخمسين بكسل واحدة فراكشة هون الأوتوفيل شو بتحكي لك؟ أنا رح أبني لك الأطفال زي ما هم على أقل قيمة مئة وخمسين بكسل لكن مش رح أعطيك الواحدة فراكشة طيب ليه؟ قلت لك لأنه أنا أصلا ببني لك إيهم بشكل وهمي شمت كيه؟ اللي بيصير كالآتي الفيل هو أصطر ببني صناديق وهمية أو أطفال وهمية إذا ما كمل المساحة مش حكينا زي قبل شوي فاللي صار مئة وخمسين بكسل آت طبق ما تتطبق لما تسغل براوزر لأقصى حد حتى مئة وخمسين مئة وخمسين مئة وخمسين مئة وخمسين بهذا الشكل شاهدوا قدامك أما الواحد فراكشن ما رح تتطبق طيب ليه؟ هيا واحد فراكشن واحد فراكشن لكن هاي بيش واحد فراكشن هاي مئة وخمسين بكسل يعني هون ما تتطبقت الواحد فراكشن اتطبقت مئة وخمسين بكسل يعني أنا هون كاتب واحد فراكشن هو خطأ تعالي نعدلها ممتاز عدت لك يهم صرات معناته في الأوتوفيل بيحافظ على أقل قيم هي مئة وخمسين مئة وخمسين حتى الصناديق اللي حيبلي لك هي الأطفال الوهمية هتكون كمان عرضها مئة وخمسين بكسل فتعالي نطبقها عشان نفهمها مئة في المئة أول إشي راح أوقف فكرة الكريت كولوب من واحد للسالب واحد بيش موضوعنا هسا خليني أسكر الوكسبولر وهون آمن الكومنت ونسخل تحت وخليني أضيف اللي هي الميل والماكس الميل ماكس هون بحكي له أقل قيمة مئة وخمسين بكسل أكبر قيمة واحد فراكشن هنطبق أول إشي فكرة الفل خليني نشوف شو راح يصير ما أخذ الوحد فراكشن خلينشغل اللي غريت فرح تنتبه هنا إنه بلع لك صناديق وهمية وهون بلشنا نميز الفرق بين الفل والفت الفل اللي بتحكي لك أنا بأخذ أقل قيمة وإذا ما كملت للنهاية أنا بسير أسوي لك صناديق فاضية أو خليني نحكي بشكل أصرح بيسوي لأطفال وهمية بنفس الحجم هي مئة وخمسين طب كيف تأكد إن هي مئة وخمسين بكسل أجعل لي أطفال بحكي له هنا شو ترك سايز مئة وخمسين مئة وخمسين مئة وخمسين طب لو حكيت له هسا طبق لي إياها على فكرة الفت سيف خلينا نكبر هتنتبه لا إنه الفت شو قالت له طبقي أكبر قيمة هي واحد فراكشن أي وزع بالتساوي لو صغارت أي رح يصغر معاك قد ما بدك على نفس الروح يعني خلني حكي مئة وخمسين مئة وخمسين هي ثلاثمية ثلاثمية ستمية سبعمية وخمسين أول ما يصير الوث أقل من سبعمية وخمسين رح ينزل صندوق لتحت وهي هاي فكرة الفت طبعا هاي روسبونسر هي هاي فكرة الروسبونسر لما تلاقي التصميم يصير يصغر معك ويتناسق مع أي حجم شاشة طبعا هو الليغريد بشكل أساسي هيتم استخدامه في مشاريعنا القادمة كل مشاريعنا هنبنيها في المستقبل هتكون بابنية على الليغريد والفليكس بوكس لكن أكثر هتكون الليغريد في تقسيم الليابد وهيك بكون أنا فهمتك الفرق بين AutoFit والAutoFill هل نسوي ملخص سريع الAutoFill ما بتطبق لك أكبر قيمة يعني بكل بساطة هتطبق لك أقل قيمة هي 150 بيكسل ويظل في مساحة رح تنشئ لك أطفال وهمية أما AutoFit شو بتحكي لك لا أنا بطبق أكبر قيمة هي واحد فراكشن أو أي قيم بدك إياها كماكسيمة طبعا لو زاد بظل أمط لك إياه مش إحنا قلنا هي واحد فراكشن انتبه هاي قاعد يمط يمط فيه لك لما تقول له واحد فراكشن والAutoFit بتأخذ أكبر قيمة ولما التصميم يصغر بصير ساعتها تطبق فكرة 150 بيكسل وفي الحالة هاي رح تنشئ لك الأطفال الوهمية يعني بتسير زي فكرة AutoFit بس بحالة إنه شو صار ركز معي هنا أشغل لك الكريت بحالة إنك أنت صرت طبقة المين ماكس أو خلناك بشكل أصح طبقة قيمة المين ساعتها رح يصير ينشئ الصنديق الوهمية طول ما هو ينطبق الماكس ما رح ينشئ لك الصنديق الوهمية تعالي نشوف هاي ماشا الكاشيا فأتمنى تكون الفكرة صارت واضحة ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر